اصبحت عنده رغبة وحب يكون من مربي النباتات ويكون عنده مجموعة في البلكونة على طول راح المشتل وجاب مجموعة نباتات ما عندوش اي فكرة عنها لكن كان سعيد بيهم وتصور ان مجموعة النباتات دي خلاص هتبقى نباتات العمر وهتعيش معاه طول العمر لكنه اتفاجئ بيموت كتير منها بعد فترة وعلى طول جرى تاني على المشتل اللي خدعه ودحك عليه واشتكل صاحب المشتل لكنه اتفاجئ به يقول له انه نبات حولي يرد يقول له لا حول ولا قوة الا بالله يعني ايه نبات حولي وليه ما استمرش معايا وليه مات يقول له لانه نبات حولي يرد يقول له لا حول ولا قوة الا بالله واحنا هنا بحول الله وقوته هنوضح يعني ايه نبات حولي وايه الفرق بينه وبين النبات المعمر ويبقى موضوعنا النهاردة فرصة للي ما يعرفش ليه ماتت النباتات الحولية بتاعته وفرصة للي بيجهل المعلومات والفرقات بين النباتات الحولية والنباتات المعمرة وده من باب مسئوليتنا في قناة زراعة سهلة وهدفنا اللي بنحاول دايما نحققه وهو الوصول للمعلومة الدقيقة والبحث عن الحقيقة معانا في قناة زراعة سهلة بالمعلومة البسيطة والسهلة هنعرف الفرق بين النباتات الحولية والنباتات المعمرة بعد الفاصل بداية لازم نعرف ان اساس التأسيب ده لنبات حولي ونبات معمر هو عمر النبات والفترة اللي بيعيشها ونقدر نقول بصفة عامة ان النباتات ممكن نصنفها حسب عمرها لثلاث انواع النوع الاول النباتات الحولية او النباتات السنوية ودي نوع من النباتات اللي بتعيش موسم واحد يعني نباتات عمرها كله سنة وحدة سنة وحدة بس وخلال السنة دي بتكمل كل العمليات الخاصة بالنباتات بداية من الانبات لانتاج البزور وبمجرد ما بيكملوا دورة حياتهم القصيرة بيموتوا وبالتالي بنحتاج لاستبدالهم بنباتات تانية كل سنة يعني البداية بتكون من البزور وبعدين بتتكون الجزور والمجموع الخضري وبعدها الازهار واخيرا بنحصل على البزور اللي بنعيد زراعتها الموسم اللي بعده طبعا اخونا اللي راح اشترى النباتات من المشتل بتكون الشتلة اتعدت مراحل من عمرها من البزور وتكون الجزور والمجموع الخضر وهي في المشتل خادت المراحل دي كلها وممكن يكون النبات كبر كمان في المشتل واصبح بقيله شهر او اقل او اكتر من عمره الافتراضي اللي هو سنة ويصادف يوصل عنده في بيته بعد ما خده من المشتل ويموت بعد اسبوعين وده طبيعي وفقا لعمره الافتراضي لكن الخطأ ان صاحب المشتل وانت بتشتري ما بيوضحش لك كل نبات هو ايه وظروف رعايته وعمره الافتراضي وده دورنا لتوضيح المعلومة بتعتبر جميع الاعشاب والنباتات اللي بتنتمي لعائلة الحشائش نباتات حولية وكمان نباتات زي الخردل زي البطيق والدرة والخص والامح دي امثلة لنباتات حولية النباتات السنوية او الحولية بتعتبر اقل قطرة لكنها اكتر بهرجة من النباتات المعمرة علاوة على كده بتتفرع وبتظهر بسرعة كبيرة وبتنتج الحوليات كتير من الظهور لحد ما توصل لاكبر حجم له وفي النهاية بتموت ومن الضروري رعايتها وتقليم النباتات السنوية واستخدام الاسمدة بكفاءة طول فترة حياتها القصيرة النباتات السنوية او الحوليات هي كمان بدورها بتتقسم لنوعين حسب وقت اظهرها مش وقت ازرعتها يعني الاسم مرتبط بالنهاية مش البداية وهي حوليات صيفية ودي النباتات اللي بتزرع في شهور الشتة ما بين فبراير وابريل وبتظهر في الخريف والصيف وفي امثلة لها زي نباتات الزينة من الاعشاب المزهرة زي الزينية وعباد الشمس او دوار الشمس وعرف الديق والبطونية وكمان فيه منه نباتات طبية وعطرية زي الكركديه اما الحوليات التانية اللي هي الشتوية هي النباتات اللي بتزرع في شهور الصيف ما بين يوليو وسبتمبر وبتظهر في الربيع والشتة ومن امثلتها نباتات زينة من الاعشاب المزهرة زي القطيفة والقرنفل والبانسيه والجزانيا والاقحوان الوردي وكمان فيه من النباتات الطبية والعطرية زي الكوسبرة النوع التاني من النباتات النباتات المعمرة ودي نباتات بتعيش اكتر من سنتين وممكن يكون النبات عمره قصير يعني يعيش من ثلاث سنين او اربعة وممكن يكون عمره طويل ويعيش سنين طويل زي الاشجار والصرخصيات والحزازيات بتعيش عمره اكبر لكن ما يقلش عن سنتين بتتميز النباتات المعمرة بكسافة انتاجها على عكس النباتات السنوية او الحولية الاوة على كده النباتات المعمرة بتوصل لارتفاع اكبر من النباتات الحولية لكن النباتات المعمرة ما بتظهرش منتظام وبتنتج عدد اقل من الزهور وممكن يكون مرة واحدة في السنة في الربيع والصيف وبتتوقف عن النمو في الخريف والشد وفي افضل امثلة على النباتات المعمرة اللي بتظهر مرة واحدة في السنة هي زي الزنبوك من امثلة النباتات المعمرة نباتات معمرة عشبية ونباتات معمرة خشبية زي الجيرانيوم زي الزعفران زي الفراولة وكمان منها الورود والنرجس والجهنمي ويتتقسم النباتات المعمرة حسب النمو الخضري والشكل اللي انت بتشوفه برضو لتلات انواع شجرة وبيكون جزعها طويل وسقها متينة مميزة وجزرها غائرة ومجروسة في الارض وكمتها محددة شجيرة وهي نباتات لها سقان وافرع من الخشب زيها زي الشجرة لكن سقها اكثر في الحجم وفرعها اصغر فيه بقى الاصغر من الشجرة والشجيرة اللي هي تحت الشجيرة دي نباتات قصيرة خشبية لكن اصغر في الحجم من الشجيرات وبتبان كشجيرات مكزمة وبتنمو في بيئة مختلفة عن النوعين اللي فاتوا نخلي بالنا لان النباتات المعمرة بتدوم لفترة طويلة فبتحتاج بالتأكيد لرعاية اكتر من النباتات الحولية خصوصا في الشتاء بتحتاج كمان لأسمدة اكتر من الحولية عشان تنمو افضل كمان لازم اختيار المكان المناسب للنباتات الحولية ونعمل حساب الفترة اللي هتعيشها لانه صعب نقله كده عرفنا الفرق بين النباتات الحولية والسنوية اللي عمرها سنة والنباتات المعمرة اللي عمرها سنتين او اكتر يبقى فيه عندنا نباتات ما بين السنة والسنتين ودي النوع التالت اللي نقدر نسميه سنائية الحول او ذات الحولين ودورة حياة النوع ده سنتين يعني بتكمل دورتها في سنتين ما تقلش عن سنتين او بتزيد فيها البزور بتتزرع من شهر مايو لحد ديسمبر يعني في الصيف والخريف وبتزهر في مايو ويونيو من الموسم التاني للزراعة دي انواع كتير منها زي البصل والتوم والبقدونس بكده عرفنا ايه هي النباتات الحولية وايه هي النباتات المعمرة وعرفنا الفرق بينهم وكمان عرفنا النباتات سنائية الحول يبقى لما يموت منك نبات حولي بعد سنة اعرف ان هو قضل عمره بتاعه كله ومتعك معاه اتمنى يكون الموضوع افاد حضراتكم ونال اعجابكم ويكون الرد من حضراتكم اعجاب ومشاركة للفيديو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته